ازايكم عاملين ايه يارب تكونوا كويسين النهاردة هنعمل الفاصوليا البيضة بس هنجدد فيها شوية وكمان هنعملها بطريقة خفيفة جدا تنفع للضايت والمرضى السكر هنعمل وقب الضايت كده حلو يلا بينا نخش عالطريقة اول حاجة هنسلق الفاصوليا بس انا نقعيها بقالي اربع ساعات لو انتم مستعجلين عليها قوي انقعوها قبلها في ساعتين فمية سخنة بحط في المية بتاعت الفاصوليا رشة كده بسيطة من السكر ورشة كمون يعني دي بتمنع اي تعب في المعدة للناس اللي هي بتتعب من البوكوليات وكده وبعد كده بحط الفاصوليا ما اخدتش معايا حوالي ربع ساعة لقيت القشرة كده بتاعتها فصلت وبدأت انها تتقسم فطلعتها شايفين بقى وبعد كده بسيبها يعني بطلحها وبصفيها بمصفة لان انا لسه احطها في الطماطم فعلشان ما تتهريش قوي النهاردة هنجدد وهنعملها باللحمة المفرومة بجد طعمها حلو جدا يعني لو جربتوها بالطريقة زي هتعملوها على طول حطيت كده معلقتين من الزيت مش كتير لان اللحمة بيبقى فيها دهون ده نص كيلو لحمة مفرومة حابين تحطوا ربع يعني اللي انتوا حابين وعملوه وبرضا انا عملتوا نص كيلو من الفاصوليا بسيب بقى كده اللحمة لحد ما تفك وبعد كده بحط لها البصل انا مش بحب ان انا حط البصل الاول بعد كده بحط اللحمة بحس كده ان هو بيتهري جامد ورحته بتروح بس اللي انتوا حابين وعملوه بس دي طريقتي في اللحمة المفرومة وحطيت كده 3 فصوص من التوم بتبقى جميلة قوي وبعد كده نزلت بالطماطم بعد كده زودت على الطماطم حبت مية لان انا لسه احط فيها الفاصوليا يعني مش بعصك لحمة بس فعلشان الماء ما تنشافش قوي وحطيت معلقة صلصة لان انا حصيت ان التوماطم صفرة شوية ده اختياري هنحط البهرات حطيت معلقة بابريكا وسنة كمون بسيطة وفلفل اسود وشطة وملح ما حطيتش اكتر من كده ما حبيتش ان انا حط بوهرات كتير علشان ما ضيعش بس طعامها واول ما تبدأ بقى انها تتسبك هقوم حط الفاصوليا اهيوا مستوية كويس وحلوة جدا انا مستخدمها نوع فاصوليا للدوحة جميل جدا يعني احسن بقى من الفاصوليا السايبة او اي نوع تاني شايفين بقى لونها عامل ازاي؟ حلوة جدا بس بقى كده حوالي ربع ساعة او عشر دقايق على نار وسط لحد ما المية تنشف كده شوية وتتسبك سبت بقى الفاصوليا وهعمل الرز دلوقت انا بحمر الشعرية في ناس بتقول ان الشعرية بتطلع معاها لون ولون فانتوا وطوا النار وافضلوا قلبوا فيها تطلع معاكم اللون الدهب الجميل ده انا لو الشعرية طلع مثلا حبة غمقين وحبة فاتحين ما بحبش بقى الرز خالص ولا بحب اكل منه بتقفل منه وبحط الملح حطيت سمنة وزيت وبعد كده الشعرية وحطيت الرز ديته تقليبة وبعد كده الملح حابين بقى تحطوا ماجي اي حاجة برحتكم وبعد كده هنزل عليه بمية سخنة الاحسن ان انتوا تعملوا الرز بمية سخنة لان انتوا لو عملتوا بمية من الحنفية وقبل ما المية تغلي فيها هيكونوا الرز عجل معاكم شوية فالاحسن ان انتوا تعملوا بمية سخنة انا بقول الكلام ده للمبتدئين كله طبعا عارف الرز بيتعمل ازاي وبسيبوا بقى لحد ما يتشرب وبعد كده بقى ام هدية على النار وما بقلبش فيه خالص قبل ربع ساعة يعني انتوا ما تقلبوش في الرز خالص لحد ما يعدي عليه ربع ساعة دلوقتي احط بقى الفاصولية شايفين بقى لونها عامل ازاي وطعامها بجد كان جميل جدا احسن من اللي هي باللحمة وتغيير كمان لو انتوا بقى عاملين دايت انا قلت كده وريكوا واجبة للدايت هتحطوا مثلا ثلاث معالق رز على اربع معالق فاصولية وصلطة بتبقى حلوة جدا ولو انتوا بتعملوا دايت قلبوا الخضار مع الرز يعني هيشبعكوا اكتر وهيدكوا كمية اكبر يعني يكتروا خضار وحطوا مثلا ثلاث معالق رز والفاصولية امن البكوليات وفيها مثلا سعارات حرارية عالية بس لما تاخدوا ثلاث معالق او اربع معالق واشوفكم على خير في فيديو جديد ولو حابين وصفات دايت والمرضى لسكر قوليلي وانا اعمل لكم